السلام عليكم مش مواندسين دفعة عشرين خمسة وعشرين هذا الفيديو هو الفيديو الاول ما بيننا وان شاء الله ما يكونش الاخير طبعا احنا طرقين نتكلم على حاجتين سرع جدا اولا عن كورس التأسيس واهميته وتشوفه امتى وانه تشوفه منه وانه ممكن يتأجل وخلافه ثانيا هنتكلم في الاخر على الحجزات والحاجات دي وتتبعنا من خلال ايه تعرف يعني انت الوقت عايز تعرف الحجز شغال ولا مش شغال الاونلاين بدأ حجز ولا لا كل ده هنتكلم عليه بس الاول نبدأ مع كورس التأسيس بص يا مش مواندس قبل ما نبدأ كورس التأسيس اسأل اسأل الدفعات السابقة لك ما تسأنيش انا لان ممكن انا مدرس ممكن يكون كلامي مثلا مجروح شهدتي مجروحة اسأل الدفعات السابقة هتعرف ان منهك تلتة سنوية ما هو الا مفاهيم جديدة بس يعني هو تراكمي هو اصلا منهج اولى وتانية سنوي مش منهج بالزبط ولكن انت كل درسته في اولى وتانية سنوي غالبا بيخش جزء في منهج تلتة سنوي يعني تلتة سنوي احنا بندرس درس مثلا اسمه المحددات هذا الدرس يعتمد على طالب عارف شغل جابلي بيعرف يجمع مقادير جابرية ويطرح ويضرب ويحلل ويفك فرق بين مربعين وخلافه ده تراكمي فمنهج ثالثة هو منهج اللي انت بتحلي بيه في الامتحان هو سطر حرفيا من منهج ثالثة وباقي السطور هي منهج تراكمي فالتراكمي مهم جدا والتأسيس مهم جدا هذا الكورس مفيد جدا لان انت لو قدرت تنجزه زي ما انا ما هقولك انا مش طالب منك تنجزه كامل زي ما انا ما هقولك صدقني انت شلت من على نفسك عب سبعين في المية من منهج رياضة ثالث سنة سبعين في المية مش يا عم عشان ما اروحش ستين في المية خمسين في المية كتير شلت من على نفسي عب كبير لان احنا خلي بالك الطلبة كلها بتبعها قدامها فهم المفهوم اللي بتشرح فهمها لكن مشاكله في الحتة التراكمية اللي انا حلت بيها هنا انا كده كده بقولها انا بشرح بس مش افضل اقولها طول العمر ده طبيعي هقولها له مرة اتنين تلاتة شهر اتنين تلاتة هاجي في الرابع اقول له جماعة انا قلت التراكمي كله وانا بشرح فهمش اقوله لك تاني فانت لما تخلص الكورس ده تبقى اللي انا هقوله لك سدقني انت هترتاح وانا هرتاح قوي وهيبقى مجهودي انا طول السنين اللي فاتت ببزل اربعين في المية بما انا هكتلت سنوي وستين في المية في التراكمي فده بيبقى مجهوم وضعف علي ان الطلبة اللي جاية لي التراكمي بتاعها راح في دهية ما بيعرفش يعني ده المثلثية والله في طلبة ما تعرفش ايه هي الجاو القطر فبيقابل صعوبات كبيرة جدا وانا بواجه صعوبات كبيرة بدل ما هو يعيني يتسحل معايا في انه يفهم من هكتلت بيتكلم في ايه ويتقن المفهوم ويتقن المادة العلمية بيضيع ده في انه هو يقعد يسأل هي ايه الجاة هو ايه الفرق المربعين ده هو ايه مجموع المكعبين ده هل ده بيحصل ده ده مفيش غيره بيحصل تقول لي لا لا ازاي ده داخل الرياضة يا حبيبي ما هو الرياضة دلوقتي بقى نص الناس بتدخلها عشان حب الرياضة وتلتين او النص التاني لما نقسمه تلتين داخل عشان التنسيق وتلت داخل هربا من العلم علوم والاحياء والجيولوجيا والكلام ده فالموضوع بقى مختلف فبنتكلم في ان خمسين في المية من الطلبة التراكمي بتاعها وحش الرياضة بتاعتها ضعيفة الكلام ده فالكورس مهم طيب ده كده مقدمة في البداية عن اهمية كورس التأسيس نبدأ مع الكورس نفسه هو محتوى ايه محتوى يا فندم عبارة عن خمسة وعشرين حصة الحصص دي مقسمة كالقاتي اول حاجة اتناشر حص الجبر دول موقفنا منهم ايه على الاقل على الاقل نشوف اول عشر ممكن تكر في الاخر اتنين اخر اتنين دول بيتكلموا عن دلة المقياس وحل معادلاتها ومتبيناتها ورسم الدول وده كده 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 انا هخليك تشوفه قبل ما ابدأ اجزاء معانا في المنح لكن في حاجات تانية انت محتاج تشوفه خلاص يبقى اول عشرة منه اول عشرة نشوفهم على الوكر في الاخر اتنين وهيجي وقتهم وخليك تشوفه طلتاشر او اسف اربعة هندسة مستوية في فرق ما بين الهندسة المستوية والهندسة الفراوية هندسة المستوية اللي هي المسلس والخاص بتاعته والنظريات نظريات التشابه المساحة والحجوم بتاعت الاشكال الكلام ده يعني فالهندسة المستوية اربع فيديوهات لازم يتشافوا كاملين لازم يتشافوا كلهم كلهم بعض الطبع طبع 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 ما تقول تسأل يقولك احنا عندنا رياضة بحثة ورياضة تطبيقية والرياضة البحثة فرعين جبر وفراغية فرع وتفاضل وتكامل فرع والتطبيقية استاتيكا فرع ودناميكا فرع هو التراكمي داخل في اي حاجة في اي حاجة وكل حاجة خلاص ولاي الاوي التراكميات اللي داخل في فرع واحد ودي انا اقولها لك احنا شجالين فدول لازم يتشافوا كلهم طيب عندك كمان مش مهندس اتنين حساب مسلسات لازم يتشافوا لازم يتشافوا كلهم عندك كمان يا استاذي اتنين فراغية ما تشوفهمش انا بقول لك هو ما تشوفهمش عندك كمان يا استاذي واحد استاتيكا هقولك ليه ما تشوفوهش ما تشوفوه عندك كمان تلاتة تفاضل ما تشوفهمش عندك كمان واحد تكامل ما تشوفهمش طب الله ليه ما شوفش دول هقولك انا يا سيدي العزيز قبل ما ببدأ معاك الفراغية بعمل حصة مقدمة للفراغية برجع فيها على القديم وبخش في نفس الحصة دي في منهاك تلت على استحياء كده خلاص فده بالنسبة للفراغية الفيديوهين الموجودين انا كده كده هشتغل عليهم يعني وانا شغال منهاك كده كده هقولهم كده كده اول حصة لينا في السنة بتبقى فراغية عشان بس تبقى عارف اول شغل لينا بيبقى فراغية فبالتالي كده كده دول انا هقولهم في اول حصة هما كانوا كل واحد نص ساعة فانا كده كده اول ساعة من الحصة اللي هنتقابل فيها ان شاء الله هيبقى شغل تراكمي او اكتر كمان ساعة اوروبا مثلا بعد كده بخش على استحياء نص ساعة كده في منهج تلت سنوي على استحياء اللي هو اديك مقدمة المنهج الفراغية عرفك بتدرس ايه واخش في اول درس كده ايه النظام الاحداثي المتعامد ويعني ايه محور ويعني ايه مستوى احداثي والكلام ده فبالتالي ده متشوفوش الاستاتيكا برضو قبل ما ببدأ استاتيكا بعمل حصة مقدمة للفراغ وخلي بالك الحاجات دي المقدمات دي مش تضيع وقت ده دي اللي بتكمل معك بتسندك في الفراغ اصلي يعني انا ممكن ارمها لك اولاين وقول لك شوفها ومتشوفهاش لا انا عايزك تسمعها مني في السنطر وتمتحن عليها خلاص التلاتة تفاضل قبل ما هبدأ التفاضل معاك اخليك تشوفه ومش مش على بعضها هقول لك مثلا جماعة قبل الحصة اللي جاية اسمعلي الفيديو الاول كده كده فاول حصة التفاضل انا بعمل برضو مقدمة لعلم التفاضل بس ببقى مختصر فيها التلات فيديوهات شوية فاللي بيحب يتعمق اوي بقول له ارجع للتلات فيديوهات اللي في البلاي لست دي كل فيديو حوالي 40 دي خلاص التكامل نفس الشيء كده كده او الحصة التكامل اللي انا برجع فيها على اساسيات التكامل انما ده لازم تشوفه وده لازم تشوفه وده لازم تشوفه طيب الفيديوهات دي موجودة فين في بلاي لست او لو انت عندك اليوتيوب بالعربي اسمها قائمة تشغيل هذه البلاي لست يا باش مهندس اسمها كورس تأسيس عشرين عربعة وعشرين اي ال كان هو مش هنقول جديد فهو هو التأسيس عربعة وعشرين هو بتاع خمسة وعشرين فالبلاي لست دي حضرتك هحط لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو ده صندوق الوصف او الديسكريبشن هتفتحه وتلاقي لينك القيمة القيمة دي السنة اللي فاتت كان الترتيب بتاعها مختلف عن الترتيب اللي انا عملته دلوقتي انا دلوقتي رتبت هالك بحيث ان يبقى اول اتنشر فيديو هم ارتوع الجبر يا لي فيديوهين حساب المثلثات يا لي الاربع فيديوهات بتاعت الهندسة المستوية فانت ملكش دعوة باي بالعنوان وبتاعها انت ليك ايه ليك بالترتيب اللي في القيمة خلي بالك يعني ملكش دعوة انا كنت بكتب عليها حصة اتنين وعشرين الحصة بين قسين رقم عشرة جبر لا دلوقتي ملكش دعوة بالاسم ده خالص انت عارف انك لما تفتح القيمة هتلاقي اول حصة جبر تانية جبر التالتة جبر الربعة جبر وهكسل حد الاثنشر اول اتنشر فيديو جبر كله بعدين الفيديوهين اللي بعديهم حساب المثلثات بعدين هندسة مستوية الاربع دول لازم يتشافوا الاثنشر جبر يشوف منهم اول عشرة بس طيب اشوفهم امتى واشوفهم ازاي والله يا فندم البليلست عندك وموجودة في الوصف زي ما اتفقنا هم كان فيديو اللي المفروض يتشافوا اول عشرة اربعة ستاشر فيديو الستاشر فيديو دول متوسط مدة الفيديو خمسة واربعين ديئة فاحنا هنوزع الستاشر فيديو كل يوم ناخد جزء كل يوم ناخد جزء كده كده انا كاحمد عصام مثلا ما ببدأش قبل يوم خمستاشر من خمسة لعشرين تمانين فانت معاك لحد دلوقت ده تحاول تخلص دول قدر استطاعتك وبالترتيب الجبر ثم حساب المثلثات ثم الهندسة المستوى فاهم باش مهندس يا رب تبقى فاهم باش مهندس ابدأ من يوم خمسة وعشرين سبعة كل يوم خدلك ايه فيديو كده مش هيأثر عليك في حاجة وخلي بالك طلبة الارياف والصعيد بدأوا رياضة بدأوا رياضة فانت اعتبر بدأت اعتبر ده من ضمن شغلنا واعتبر نفسك بدأت رياضة واعود نفسك على انك انت مثلا عشان السنة هتمشي عشان بس انت تبقى عارف السنة بتاعتك هتمشي ان فيه جزء سنتر وفيه جزء اونلاين في جميع المواد يعني احنا كمدرسين مثلا بنيجي ساعة المراجعات النهائية بتاع تلالي الامتحان ما بنعملش سنتر عشان العدد في المواد المختلفة العدد بتبقى كبيرا ان انا جمع الطلبة كلهم في قاع فبنعملها اونلاين فالكلام ده هيساعدك ان انت ها تتعود شوية على ان مثلا لو مدرس لقدر الله لغى حصة هيقولك دي هتبقى اونلاين يعني بقولك عليها هيحصل خلي بالك لان المدرس ده مش مكنا المدرس ده انا ادم هتلاقيه في النص تعب هيقولك والله ايه مش عايز ارغي الحصة وعندي مخطط زمني عايز اراجع معاك فبديك الحصة اونلاين وانتحنك عليها وخلافهم بقولك مثلا على ما بيحصل بتبقى ظروف استثنائي فبالتالي كل يوم خمسة واربعين كل يوم تشوف لك فيديو ان قدرت فيديو هين تنجس حالك بس باتخان وتشوفهم بتركيز ولو كتبت وراها كمان هتستفيد قوي وانت موركش حق يعني لو ساعتين في اليوم ضيعتهم على فيديو اعتقد يعني الاجهزة مضعتش انت معاك بقيت اليوم قولي يا عم انت نايم عشر ساعات ما انه غلط نايم عشر ساعات وفيه اربعتشر ساعة معاك ساعتين منهم ضاعف في فيديو هتستفيد والله انا عارف ما بقولك ايه هيفرم معاك جدا طول السنة يا جماعة يعني انا مش عارف اقولها لكم ازاي بس يعني هو تشبيه غريب شوية وطبعا ايه انا قصدي هنا تشبيه يعني مش بالمعنى ولكن بالعظم من المهضوع الرسل لما كانوا بيروحوا الاقوام كانوا بيقولوا لهم ايه والله فيه جنة فيه نار فيه اقاب فيه سواب فيه اله فيه مش عكده وبيقولوا لهم ده بالدلائل والبراهين والتجربة فالناس كانت تؤمن او ما تؤمنش دي بتاعتهم يعني ربنا سبحانه تعالى سيبلينا حرية الاختيار هنا وفي الاخير كل واحب يحسب على افعال فانا مش هقولك ان انا رسول طبعا عشان ما تفهمنيش غلط لأ انا عايز اقولك ان انا ببلغك بحاجة فعلا هتفرم معاك انت بقى جاهلك مش جاهلك ان انت جاهل لا جاهلك بما سيحدث جاهلك بما هو قادم جاهلك بالمستقبل جاهلك بالكلام ده كله هيخليك ان انت تقول ايه ده كلام فاضي الكلام ده انا هزبطه انا ماشي صعب فيه ناس ضبطته بس عانوا اشد المعاناة في اول ثلاث شهور وجوم على مواد تانية اسمع مني انا عايز رياحك طيب نفترض انت مشوفش كورس التأسيس كده 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 في بداية كل حصة بخش بقول لك والله باش مهنس الحتة دي هنراجع عليها عشان تراكمي بس ده ما بعملوش دايما وبعملو المدة معيدة فيفضل تشوف الكورس لان تشوف الكورس دي هتريحك قوي وهتريحني قوي والله بكلمك بجده امش عالف انا اعمل لك ايه تاني عشان تصدقني انا ما شاء الله انا او اي مدرس اخر انا او اي مدرس اخر رياضة عربي كيميا في اي مدرس عنده الخبرة عنك عارف اللي هيحصل اكتر منك فما تكبرش لما اقول لك انت انت الوقت كراجل اسياتك كويسة خلاص ما تسمعش راجل في تاني هقولك وتشغل كويس وحارط نفسك ما تسمعش ممكن تسمع من باب التذكرة لكن راجل اسياتك وحشة الكورس اجباري خلي بالك ماشي ده بالنسبة لايه بالنسبة الكورس التأسيس واتفرج عليه امتى والكلام اللي انت فهمه ده ودول ماناكش دعوه بيوم خاص دول هتلقيهم في اخر القايمة ماناكش دعوه بيوم خاص طيب اخيرا سيادتك يا فاندم هتلاقيني على البيج على البيج من بكرة اللي هو يوم الاربع صح بكرة الاربع اربعة وعشرين سبعة ولا خمسة وعشرين اربعة وعشرين من يوم الاربع اربعة وعشرين سبعة هبدأ انزل الحجوزات في كل السنتر انا منزل جدول على البيج خص شوف ولو انت متابعني على اليوتيوب هتلاقيه منزله في الكميونيتي انت كده كده كطالب بتتابعني من خلال حاجتين فقط يا البيج يا قناة اليوتيوب وقناة اليوتيوب مش لازم فيديوهات في حاجة اسمها الكميونيتي او المجتمع لو انت عامل اليوتيوب بالعربي بينزل عليه بوستات زي وزي البيج زي وزي الفيسبوك زي وزي غيره فاتبعني يا من هنا يا من هنا لان انا مش كل حاجة اعمل لها فيديوهات خلي بالك بكرة ان شاء الله هتلاقيه منزل سنات رمبابا انا نزلت جدول نزلت بوست على البيج وعلى الكميونيتي بتاع قناة اليوتيوب عشان الي ما عندوش فيسبوك وبيفتح يوتيوب فقط يبقى متابع وضحت فيه الحجز هيبقى انظامه ايه او انا هتكلم على الحجوزات ازاي مثلا بكرة هطلع اتكلم على سنات رمبابا والله سنتر فلان افل فيه الحجز سنتر علان الحجز فيه لسه فاض الاعداد بسيطة ده متاه الحجز ده الحجز متأكد طيب نتكلم في نقطة مهمة هتلاقيني برضو في البوست ده وضحت الاونلاين هاعلن عن موقعات حجزه امتى بداية الحجز بتاعه كل حاجة موضحها هنا وفي نفس البوست اللي انا بكلمك فيها بحط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن برضا في نفس البوست ده قلت ان انا هعمل فيديوهات نصايح وتوعية للتعامل مع السنوية العامة والنظام الجديد لان الكلام ده لو واحد مشي بيه هيفرمعه جدا بفضل الله خلاص فبالتالي هحط لك لينك البوست عشان تفهم انا هعمل ايه الفترة الجاي معاك وقبل ما نبدأ وخلي بالك انت كطالب سنتر او اونلاين انا كاحمد عصام ما ببدأش قبل 15 ل28 وكمان بفضل 20 وكل سنة الحمد لله بخلص في معادي وبراجع عدد المراجعات المطلوبة مني وبراجع الامتحان والدنيا بتبقى بالنسبة لي بيس قوي 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 وكمان فوق التمان الحمد لله ولا بضغط الطلبة ولا بكسف لهم حصص ولا مش عارف ايه السنة اللي فاتت كسفت حصة واحدة بتاعت مبدأ العدد واعتبر ما تكسفتش كانت في الاسبوع الاخير من المراجعات اصلا يعني بالتالي الطالب عنده وقت لكن الحمد لله ولا ضغطهم ولا تكسفت لهم حصص ولا يلا ناخد ثلاث حصص في الاسبوع ولا الكلام اللي انت فهمه ده فبالتالي انا ببدأ في معاد اقدر ابدأ فيه والطالب يقدر يبدأ فيه ويكمل فيه لكن نبدأ من شهر ستة واحنا لسه ما خلصناش مع دفع قديمة ولا من شهر سبعة ولسه الدفع القديمة من نتيجتها مظهرتش ولا امتحاناتها خلصت لا 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 وتيجي انت بقى في شهر عشرة تقولي انا وقعت ومش قادر اكمل لا 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 البداية الصح هي في اخر تمالية اخر عشر تيام في تمالية دي البداية الصح قبل كده انا شايف ده ظهر بصراحة مع كامير الاحترام لا اي حد بيعمل كده هو اكيد لي وجهة نظر ده اول فيديو بيننا وان شاء الله فيه فيديوهات كتير الفترة الجاية ديسكريبشن الفيديو هتلاقي فيه حاجتين وصف الفيديو هتلاقي فيه حاجتين لينك القائمة بتاعة كورس التأسيس ولينك فيديو او لينك البوست اللي انا هبدأ الفترة الجاية تكلم عن الحجوزات والاونلاين وبدأت حاجز الاونلاين ونظام الشغل السنة الجديدة وخطة العمل اللي هنعمله معاكم من متابعة ومتحنات وهكذا الكلام ده كله موجود في بوست احطيك اللينك بتاعه بس واتمنى يعني اتمنى تكونوا ضفعة خفيفة على القلب تقيلة على الارض يعني اتمنى والله ما تعملوش فينا اللي عملته فينا دفعة وعشرين بس خلي بالك دفعة وعشرين هي احب دفعة القلبي انا عمري بقى ما طلعت وقلت كده ها خلي بالك انا اي دفعة جديدة كانت بتخش كنت باكتب لهم كده الدفعة العرب القلبي لا اربعة وعشرين لارض ودي بقى معلش مع كامل اللي احتلوهم لأي دفعة اربعة وعشرين جننوني تعبوني طلعوا عين اهلي لكنهم لقرب لقلبي وحصل معهم مواقف مش هتحصل مع دفعة تانية اعتقد بس ان شاء الله تكونوا انتم تيجوا تاخدوا مكانهم بقى ان شاء الله هو الله المستعان وكده كده قلبي يسيع من حباب كتير وانتو فيس امو عليكم موسيقى